بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء فبعض الأشياء اعطاها القيمة والثمن وبعض الأشياء لم يعطها قيمة ولا ثمن وبعض الأشياء لعنها وأقصاها وأبعدها حينما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا لم يعطي لهذه الدنيا قيمة وإنما جعلها قنطرة دار امتحان فقط ولذلك في الحديث الشريف لو كانت لهذه الدنيا قيمة بمقدار جناح بعوض البقة شنو قيمتها حتى جناحها يكون إلى قيمة لو كان للدنيا عند الله سبحانه وتعالى منزلة وقدر بمقدار جناح بعوضة ما شرب منها كافر قطرة ماء ولو كانت للدنيا قيمة ما كانت مصائب الأولياء في هذه الدنيا ولذلك في حديث شريف الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا دار ثواب للمؤمن لأن منزلة المؤمن أكبر من الدنيا بكثير فكيف تكون هذه دار ثواب إليه يعني لو أعطي المؤمن من كل الدنيا ما كانت هذه الدنيا ثواب لطاعة من الطاعات ما الها قيمة أنت الآن الصحراء اللي موجودة رمال هذه الصحراء مقابل رمال هذه الصحراء هذه تجعلها ثمن لعمل صالح يعني إذا واحد خدمك خدمة تقول له هاي رمال الصحراء كلها إلك يصير لا لأنه ليست لها قيمة إذا تريد تكرم واحد تدفع له هدية هذه الهدية يكون لها قيمة إما مادية إما معنوية لكن ما تقدم للرامل ليش لأن الرامل ما هي لقيمة وإذا قدمت هذا الرامل له كهدية هذا يعتبر إهانة إله هذه الدنيا وما فيها لا تكون ثمن لطاعة من الطاعة لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعلها حسب هذا الحديث ثوابا لمؤمن والمعصية أيا كانت هذه المعصية لأن معصية العظيم عظيمة جميع المعاصي عظيمة ليش لأنها معصية لله سبحانه وتعالى إذا واحد لازم ليست تصغر معصية من المعاصي ليش لأنه المعاصي كلها معصية لله ومعصية العظيمة عظيمة إذا جميع مصائب الدنيا جمعت هذه لا تكون عقاب لمعصية من المعاصي ففي هذا الحديث الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا دار عقاب لأعدائه ولأعداء أوليائه ليش لأن الجريمة كبيرة جدا فكل مصائب الدنيا لا تكون بمقدار جريمة من الجرائم معصية من المعاصي لذا أخر ثواب المؤمنين إلى الآخرة دار البقاء في الآخرة ثواب المؤمن هناك مو هناك صحيح الله سبحانه وتعالى بفضله في هذه الدنيا يكرم المؤمنين لكن هذا الإكرام الذي يكرم به المؤمنين لم يجعله ثوابا لطاعتهم الثواب هناك فلذلك الله سبحانه وتعالى لأنه لم يجعل هذه الدنيا دار ثواب للمؤمنين ولا دار عقاب للكافرين أخر الثواب الأصلي والجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني الكامل في الآخرة فلأن هذه الدنيا ماء الهقيمة تشوف أن أولياء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا مبتلون البلاء للولاء في الحديث الشريف أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل يعني كل ما الإنسان درجة قربة إلى الله سبحانه وتعالى تكون أكثر ابتلاء في هذه الدنيا يكون أكثر لأنه ما لقيمة هذه الدنيا لذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت ليش لأن رسول الله هو أفضل خلق الله الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون لأجل الرسول صلى الله عليه وآله والأم عليهم الصلاة والسلام يا أحمد لو لاك لما خلقت الأفلاك فإذن الرسول يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت ليش لأن الرسول صلى الله عليه وآله خلقه الله سبحانه وتعالى أفضل الخلق فلذا بنسبة الأفضلية الصعوبات تكون أكثر الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان فكل ما الإنسان مستوى يكون أكبر الامتحان هم يكون أصعب يعني أنت الطفل اللي في الصف الأول الابتدائي تمتحنه بامتحان المعلم يمتحنه بامتحان طالب الجامعة يمتحن بامتحان نفس الامتحان لا طالب الجامعة تقول له اكتب ألف باقتا لو تمتحنه بامتحان آخر ليش لأن هذا الطفل مستوى هالمقدار تسأله عن ألف باقتا أما طالب الجامعة لأن مستوى أرقى وأرفع يكون امتحانة يناسب مستوى الإنسان كلما كان مستوى أعلى أقرب إلى الله سبحانه وتعالى امتحانهم يكون أشد يكون أصعب هذه معادلة طبيعية وهذا البلاء اللي يبتلى به المؤمن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ليش لأن الإنسان حينما يبتلى يدعو الله سبحانه وتعالى الطاعات يزيدها امتحان ينجح فيه فهذا نفسه يسبب ارتقاء درجاته في الآخرة الذهب إذا مغشوش خالطين بأشياء الصائغ شنو يسوي؟ يخليه في النار لأن الفلزات هذه درجة ما يعانها في الحرارة تختلف بعضها خمسمائة درجة بعضها ستمائة درجة بعضها ألف درجة بعضها ألفين درجة من الحرارة فكلما الحرارة ارتفعت هذا الشيء المغشوش اللي ويا الذهب هذا يموع فينفصل من الذهب زين إذا أنت مدخل لهذا الذهب في هذه النار ما رح يمكن فصل المغشوش من الذهب الخالص الإنسان المؤمن في الدنيا قد يبتلى هناك حديث شريف إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق أنوار محمد وآل محمد خلقهم من نور عظمته ثم خلق جنة أو مكان في الجنة سماها عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فخلق من أعلى عليين أجسام الرسول والأئمة أرواحهم خلقت من نور عظمة الله سلام عليكم ورحمة الله أما أجسادهم خلقت من أعلى عليين أما أرواح المؤمنين خلقها من المراتب النازلة من عليين أرواح المؤمنين فمن أعلى عليين أجساد الرسول والأئمة ومن فوق عليين من نور عظمته أرواح الرسول والأئمة أما المؤمنين أرواحهم من المراتب النازلة من عليين أما أجساد المؤمنين فخلقت من دون ذلك فأكو نوع ارتباط وسنخية بين الأئمة والرسول وبين المؤمنين ليش لأن أجساد الأئمة والرسول خلقت من أعلى عليين وأجساد المؤمنين خلقت من أدنى عليين فأكو نوع ارتباط أرواح المؤمنين من أدنى عليين أكو نوع ارتباط أما أرواح الكفار فخلقت من سجين سجين هذه من نار جهنم مرتبة من نار جهنم أرواحهم خلقت من تلك المرتبة فلذلك هؤلاء المنافقون والكفار ماكو بينهم وبين الرسول والأئمة ارتباط لذلك يكرهوهم ليش الرسول صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق لأن هذا المنافق ماكو بين روحة وأجساد وأرواح لأئمة سنخية ذيش مخلوق من عليين وأعلى من عليين وهذا مخلوق من شنو؟ من سجين فماكو ارتباط هذه الحشرات التي مثلا في المرافق الصحية تكون موجودة أو المرافق غير الصحية هذه الحشرات إذا ما كان في ريحة عطر تنهزم من ذلك المكان ليش؟ لأنه ماكو سنخية بينها أكو سنخية بينها وبين القذارات أما بين الورود والرواحة الطيبة ماكو سنخية بين هذه الحشرات وبين هذه الروائح الطيبة زين بعدين الله سبحانه وتعالى مخلق طينة المؤمن وخلق طينة الكافر خلط بين الطينتين فلذلك بالحديث يقول فلذا تجد المؤمن يلد المنافق أو الكافر أو الكافر يلد مؤمن يمكن واحد كافر لكن ابنه مؤمن واحد مؤمن لكن ابنه يمكن يكون كافر مثل ابن نوح مثلا والد نبي هو شقي فيسأل الإمام الصادق يقول أنه إحنا نشوف بعض الناس ذول من المؤمنين يوالونكم أهل البيت لكن أكو في أعمالهم إشكال يمكن في المعاملة يغش الناس يكذب بعض الأحيان يترك بعض الواجبات يرتكب بعض المعاصي وبعض الأحيان نشوف واحد من الكفار من المخالفين من المنافقين معاملته جيدة أخلاقه جيد شنو هو السبب الإمام يقول السبب هذا الخلط اللي صار طينت بعض المؤمنين شوية لقفت شايفين بعض الأشياء تلقف رائحة وطينت الكفار هم شوية لقفت فلذا إذا شفت أنه في مؤمن أكو شوية معصية لله وعدم طاعة لله هذا مو لأنه الطين تبيه إشكال هذا لأنه لا قف فهذا يحتاج إلى تمحيص يحتاج إلى تطهير يحتاج إلى فصل هذه الأمور التي علقت به تفصل منه وشلون الله يفصل منه يفصل بالبلاء أكو في بعض الأحاديث أنه بعض المؤمنين الله سبحانه وتعالى ما يريد بالآخرة يعاقبهم يريد بالآخرة يجي طاهر مطهر زيان هو مرتكب معصية خب ما يصير أنه مرتكب معصية بدون ما أنه يعاقب يوصل للآخرة وينال الدرجات العالية فهنا بالدنيا شوي يعصره حتى شنو حتى هذه الأمور التي علقت بطينته من الأمور الخبيثة يطهر منها فيلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا فلذا علينا أولا أنه الله سبحانه وتعالى حينما أنعم علينا بأن خلق طينتنا المؤمنين من عليين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولازم يشكر هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى أكو في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من وجد برد حلاوة برد حلاوة حبنا في قلبه زيان فليشكر الله على أولى النعم قال الله لشنو هي أولى النعم قال طيب الولادة هذا ابن حلال يشكر أبو يشكر أمة الله سبحانه وتعالى جعله طيب الولادة جعل طينة من عليين فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وشكر الله سبحانه وتعالى باللسان وبالعمل الآية الشريفة تقول اعملوا آل داود شكرة وقليل من عبادية الشكور يعني الله سبحانه وتعالى انت داود انت سليمان آل داود الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم بالنبوة بالدنيا ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فاشكر الرب شلون تشكره بالعمل الطاعة هي شكر عملي اعملوا آل داود شكرة فأولا علينا ان نشكر الله سبحانه وتعالى مو فقط باللسان بالعمل طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصية الله هذا أولا وهذا قضية أخلاقية اذا واحد اكرمك زيان انت بدون ما يقول تحاول انه تشكر الثمن الثمن جهود حتى لو ما طلب منك شي فكيف والله سبحانه وتعالى أمرنا وأمرنا مو لحاجة له لحاجة لنا هذا أولا واذا الإنسان شوية منا منا راح يفكر ان الله سبحانه وتعالى راح يبتلي ويبتلي أكثر ليش يبتلي حتى يطهر وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى واحد لا يتصور هذه المصائب والبلايا التي جرت على المؤمنين في العراق خاصة وفي غير العراق هذه ليست نعمة من الله سبحانه وتعالى لا هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى قسم من الله سبحانه وتعالى يريد يرفع الدرجات إذا واحد ما إلى معصية الله يمكن يبتليه حتى يرفع درجاته يعني الأنبياء الأئمة ومعدهم معصومين لكن ابتلوا لأن الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجاته بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين حتى يطهرهم ليش الإنسان يسوي شيء بعدين الله سبحانه وتعالى حتى يطهره يبتليه فبعض الأحيان البلاء لرفع الدرجات وبعض الأحيان لتطهير الإنسان وطبعا بعض الأحيان هم عقوبة تسامعين هذه القضية للخطباء دائما يذكروها أن الرسول صلى الله عليه وآله قال الإمام الحسين في رؤياه عليه الصلاة والسلام إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة إن لك درجة لا تنالها بالشهادة هذه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شافها في الرؤية المعصوم رؤيا رؤيا صادقة لأن الشيطان ما إلى سيطرة على المعصوم لا في اليقظة لا في المنام أما إحنا الطيف اللي نشوفه قد يكون رؤيا صادقة وقد يكون أضغاث أحلام من الشيطان فلذلك الرؤيا اللي إحنا نشوفها مو حجة لا يترتب عليها أثر شرعي لأنه مو معلوم أنها من الرحمن لو من الشيطان أما المعصوم إذا شاف رؤياه لأنه معصوم الشيطان ما إلى سيطرة عليها لا في اليقظة ولا في المنام ولذلك رؤيا المعصوم حجة إني أرى في المنام أني أذبحك في قضية إبراهيم وإسماعي الحجة أما إحنا رؤيانا مو حجة فلا يثبت بيها لا حكم شرعي ولا مسألة اعتقادية ولا أي شيء يمكن اللي شايفه أنت الشيطان زين إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة شنو هي هاي الدرجة الرسول صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق يعني هو أفضل من أمير المؤمنين يعني أفضل من الإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين لكن الله سبحانه وتعالى يريد يلحق الأئمة بدرجة الرسول الآية الشريفة تقول وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ تأويل هذه الآية في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والأئمة الله سبحانه وتعالى يريد يلحقهم بدرجة الرسول طبعاً الرسول يبقى أفضل منهم لكن هم في درجة واحدة كيف ألحقه الله بدرجة الرسول؟ بالشهادة إن لك درجة هذه الدرجة مو الشفاعة الشفاعة وهذا شيء طبيعي أصلاً ولا المقامات الأخرى هذه المقامات الأخرى الله سبحانه وتعالى من حينما خلقهم وهم أنوار هذه المقامات هي لهم هذه أمور مفروغة عنها بس أفضلية الرسول تستدعي أن يكون درجة الرسول أعلى فالله سبحانه وتعالى ألحق الأئمة بدرجة الرسول بالابتلاء اللي أبتلوا به بالمصائب الذي أبتلوا بها ولذا في يوم عاشورة الملائكة ثلاث مرات نزلوا على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أربعة آلاف من الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى في يوم بدر في معركة بدر غزوة بدر الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة فنصر الرسول صلى الله عليه وآله فيوم العاشر من المحرب الله سبحانه وتعالى أنزلهم ورئيس هؤلاء الملائكة اسمه منصور اسمه فأنزلهم على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقالوا للإمام إن الله سبحانه وتعالى أمرنا إحنا تحت اختيارك إشارة واحدة بيد كل ذلك عساكر الكفر والنفاق زين الإمام الحسين ما قبل فرجعوا إلى السماء مرة ثانية إجوا إش وقت إجوا بعد استشهاد كل أصحاب الإمام الحسين قالوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يبلغك أنه الدرجة اللي كان يريد أن يوصلك إليها لقد وصلت إليها أنت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نجحت بالامتحان الآن الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يوصلك إليها لقد وصلت إليها فاسمح إلنا ننصرك ونبيد الأعداء بس شوكت كان بعد استشهاد الأصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام قال لا خير في حياة بعد هؤلاء هذا من وفائه عليه الصلاة والسلام بأصحابه لا خير بالحياة بعدهم صعدوا مرة ثالثة الله سبحانه وتعالى أنزلهم شوكت وصلوا بعد استشهاد الإمام الحسين فالله أمرهم أن يبقوا حول قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهم لحد الآن أربعة آلاف محيطين بقبر الإمام الحسين وشنو شغلتهم ذول الملائكة شغلتهم أنه يصلون وصلاتهم كل صلاة كل ركعة تعادل ألف ركعة من صلوات الآدميين يعني إذا إنسان مؤمن صلى ألف ركعة ركعة من صلاة هؤلاء الملائكة تعادل ألف ركعة زين ثواب هذا الصلاة كلها الله سبحانه وتعالى يعطي لزوار الإمام الحسين إذا واحد من الزوار زار الإمام الحسين فذول يشيعوا من كربلاء إلى مدينته إذا خلال هذه السنمات يعني هو زار الإمام الحسين إلى سنة إذا خلال هذه السنمات يشتركون في تشيع جناسته وكثير موجود أنه في الروايات أن هؤلاء ماذا هو عملهم حول قبر الإمام الحسين وماذا يفعلون بالنسبة إلى زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهؤلاء منتظرون إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيكونون من أنصاره زين البلاء الذي ابتلي به المعصومين هذا لرفع درجاتهم ورفع الدرجة يعني شنو أن يلتحقوا بدرجة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن إحنا غالباً ابتلاعاتنا بسبب معاصينا الله سبحانه وتعالى ما يريد يأخرا للآخرة يعني بها الدنيا فالواحد يقول ليش إحنا كل البلاء علينا وذول الكفار مرتاحين وبلادهم آمن وأمان وفلوسهم وإقتصادهم وكذا وكذا السبب وهل قد معاصيهم يعصونا الله سبحانه وتعالى قلت له السبب إذا أنت ابنك ارتكب مخالفة اتعاقب لو فد واحد بالشارع فد ولد بالشارع حشاكم مثلاً شلاتي أو كذا نفس الفعل له أسوأ منه سوى أنت جون تسوي ما تدير لبال ليش؟ لأنه ابنك أنت مهم بالنسبة لك ما تريد يخالف إذا خالف أنت تعاقب بس إذا واحد بعيد بد يدير بال ليش؟ لأنه مو مهم بالنسبة لك المؤمن والكافر هكذا الله سبحانه وتعالى يهم أمر المؤمن إذا ارتكب مخالفة فوراً يعاقب أما الكافر الله لم يجعل الدنيا دار عقاب له مو مهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام والنار مثواً لهم فلذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى يأخر عقابهم ليوم القيامة عادة وقد يعاقبهم في الدنيا طبعاً ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بعض الأحيان شوية بالدنيا فد عقاب إحنا نتصوره شبير لكن هو بالنسبة إلى جرائمهم قليل فلذا إذا أنت تريد الله سبحانه وتعالى ينظر إليك بنظرة رحيمة إذا نريد أن الله سبحانه وتعالى شوية يخفف البلاء عنه المفروض أنه نطيع الله سبحانه وتعالى أكثر شوية نصبر أكثر لأن المعاصي تحتاج إلى الصبر الصبر ثلاث أقسام صبر عن المعصية والصبر على الطاعة بعض الأحيان الطاعة صعبة واحد يصبر عليها المعصية بعض الأحيان لذيذة يصبر عن هذه اللذة والصبر على المصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لمراضيه ويبعدنا جميعاً عن معاصيه ويوفقنا على البقاء على ولاية الأئمة المعصومين عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام لأن هذا البقاءهم مهم جداً ما أكثر من غيروا وبدلوا الله سبحانه وتعالى يبقين على هذا الولاء إن شاء الله وينقل هذا الولاء إلى ذرياتنا حتى في يوم القيامة جميعاً نكون متنعمين بنعم الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركاتي أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات